سيدنا محمد والآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة في البدنة رحمة شهداء بلادي عام 1938 لحد يومناح هذا لحد اللحظة اللي احنا فيها الجرحة لسه والموت لسه والعبادة الجماعية متتالية ليلا وانهار في دار فر تحية طيبة لأسر الضحايا تحية ولد ولكل بنت تحية طيبة لكل من يناضل وليقف في وشة الظالم طيب تحياتنا لكم كتير تحية لكل الشعب السوداني بكل أطيافه بكل ألوانه طيب الآن الناس كل بأنه دار تحافظ للسلام والعبادة الجماعية احنا موجودة عندنا الليل وانهار حتى أمباري وحتى هسي الكرينيك محاصرة قتل اقتصاب كويس والجيش السوداني الجيش السوداني على الأسف هو السبب والشرطة السودانية هي السبب احنا منحمل المسؤولية الكاملة لمواطننا الكرينيك وأبناء دارفور وأبناء السودان كلهم العبادة الجماعية الممنهجة يتحمل الجيش السوداني يتحمل الجيش السوداني والمجلس الأسكري والكلام ده واضح جدا كلام ده واضح جدا يتحملوا النتيجة يتحملوا الردود الفعل بدأ المواطنين يتحملوا الردود الفعل من الحركات المسلعة الآن انت الآن قاعد في الخرطوم بترفع لي في قناة الحوش بترفع لي في قناة ما بعرف لك وبتتكلم ما بعرف لك في أحمد خير ومحاصفة أحمد خير وأنت ناس من أمبارة الإبادة الجماعية شقالة وكل اللاعفات الناس كلها ساكتة الناس كلها ساكتة من وشال حق أنا ما عارف أنت كيف أنا دار أعرف أنت من دارفور هل أنا قدت من دارفور العبادة الجماعية شقالة بتستضيف لي في مرة بتتكلم أنه هي هاي ممكن يحاكمه بتاع أحمد الخير وحنحاكم فعيز والكاتلوب في القيادة العامة أين المقتولين في العبادة الجماعية في دارفور أين حقوق المقتولين في عبادة الجماعية في دارفور أين المقتولين في جبال النوبة أين العبادة الجماعية الناس القتلهم في عبادة الجماعية لمدة ستين سنة جنوب كردفان ونيل الأزرق جنوب كردفان لحد يوم الليل أهلين في الكريني لهد أمبارة لهد هده محاصرين قتل وإختصاب وإنت قاعد ده تجي تقول لي أنا مجدت لك على الأحزاب السياسية ما هتجيب هذا الأحزاب السياسية تحتوي الحركة الإسلامية من المعطمر الوطني والمجلس الأسكري كله معطمر وطني والآن هسي خلاص بدت الحرب الحرب بدت ما في سلام ما في سلام في السودان وأي حركة بتمشي بتوقع الآن بتعمل اتفاقية من المجلس الأسكري خانت للشعب السوداني خانت الأحد أنا بفتكركم ده نوع من الخيانة ونوع من الخياضة أنت أحلك بكتلوا فيهم بموتوا اختصاب ليل ونحار أنت جاري في جبا عشان تعمل شنانة دائر عارفك خليني من أنه أنا باتبع لين انت جاري جبا عشان تعمل شنانة ما قلنا ما في سلام سلام الطرفي ما في سلام لا نحن ما داري من مناصب لماذا الحركات دي كلها واقفة لماذا نصر الناس كلهم واقفين لماذا لجان المقاوم واقفين لجان المقاوم المواطنين ما عندهم علاقة أصطب بأحساب سياسية ولا عنده علاقة بحركات المسلحة نما نعرف الصورة دي انسرقت والصورة دي ماشية في حاوية ويقفوا بما لهم وبيدمهم من النساء والرجال لهم التحية في داخل السودان وخارج السودان انت في الحركة مسلحة عندك جيش مدجج أتبقى لك أنك إنت تمشي تتهني وتمشي تدنجر تحت وأهلك كلهم بيختصبوا فيهم وبيقتلوا فيهم إنت رجالتك شون يعني أنا داري عرفك انت كنقايد بتاع حركة ولا كنناطق رسمي بتاع حركة وروني كده انتوا هسي حاليا خلينا نكون واضحين بس الجبن والعار لينا نحن وإحنا جبنا المهزلة وجبنا الاختصاب وجبنا القتل لأنه إحنا ما رجال ما رجال عديل كده أمشوا فتشوا الكلام اللي بقوله لكم ده كويس أجي إنسان تابع لحركة مسلحة أنت الأليلة اللي بيحصل في دارفور ده والبيحصل في السودان إنت بتمشي تخد يدك مع المجلس الأسكري إنت ما راجل وبعدين الرجال ده ما طول بتاع قصبة ولا حيبة بتاع الجسم لأنه شحامة في القلب كلكم عرزقية وخونا بتخونوا الوطن بتخونوا الطريقة الصحيحة بكرح في الدنيا إلا الدناء تمشي تتدنع للناس زي لت إنك قوة عندك شعبية زي لت بتتدنع لشون انت بترقض بتدق رأسك لشي ماسكين لكم ملفات سرية اللي بخليكم تمشي تتدنع في جوبة شون انتو ولسا عم يموت والتهسي حاليا قاعد في جوبة بتحاولوا بتقشخش في الناس بتشير جزع من الناس بتاع المؤسكرات تعبين لحركة الإسلامية تمشي تمثل بهم بيقول أنه ديل تعبين للمؤسكرات طيب كويس نحن المؤسكرات دي ما ممكن يكون في سلام ما ممكن يكون في سلام وفي موت المؤسكرات دي كلها رفضة اتفاقية بتاع الجوبة انت بتتحني لاتفاقية بتاع الجوبة لشنو خليني من المجلس الأسكري ولا خليني من حمدوق خليني من الأحزاب السياسية أنا بتكلم ما قلتك حركة بتدافع عموني انت لما انشلت السلاح بتدافع عموني بتدافع عن المساكين بتدافع عن اللي بيختصبهم لحد يوم مبارح بتدافع عن اللي بيقتلوا فيهم لحد يوم مبارح ولا إنتو كنت بتدافع لعجندة معينة لنفسك الناس ما تقول تتكلم ساكن تقول تحسي حاليا داري تجيبه مناصب خليته أنه ناد تركبنا خمسين سنة بالخزد والجبن والعر في داخل الحركات المسلحة كل وقت أي واحد ماشي عام السلام أي واحد كاسر الناس ماشي عام بالله السلام كل واحد ماشي كاسر نفسه ماشي بندخي راسه تحت بتدخلوا روسينكم تحت لشلو انتو طلعتوا ميتين الشعب السوداني يا أخي بالخزل والعر واحد يقول لقال دقائد حركة مسلحة ودي حركة مسلحة يا أخي حركات مسلحة عندنا أكثر من أربمائة ألف جندي ماذا قدمنا للشعب الدارفوري قاعدين في ليبيا وقاعدين في الحدود الثارفية لماذا الجيش ده كله ما يكون قائد في دارفور كل الحركات المسلحة بدون أي استثناء كل الحركات المسلحة إجا أنه هسي حاليا ماذا يموت والميليشيات بتقتل من المفترض أن حركات المسلحة الجيش كله يرتبط ويكون قاعد في جوى المعسكرات طويل جوى المعسكرات نقعد جوى جوى المعسكرات ده ونحمل نازل ولو فيه موت خلينا موت قبلهم ما فيه سلام ما فيه تراجع لأورا إتخاطي جيشك في الجبل ولا إتخاطي جيشك في حدود الليبية أنا خاطي جيشي في آخر الدنيا جزء الجيشي في جوبا استفدنا شنو نحن أحنا كل يوم بيقتلوا فيهم وبيختصبوا فيهم وبيحينوهم وبدقوهم بالجزم وإحنا من دنقر منمشي من الفاوض أنا ما عارف إنتا دار تأجي تقرأيس وين أنا دار عرف دار تقرأيس وين ورينين تدار تقرأيس وين تحيي لرجال المغاومة الرجال اللي يكفوا أن مسكوا الصورة دي والصمدت لحدها تدار تأجي تتفاوض إنتا بيجدع فيك يا أخي بيجدع فيك زي القهنة القهنة دي بتعريفة إنتا أسكري صح زي الدلقان بقشو بيك البود كلكم غارية قشو بيكم العرق لو ما قشت عرق إنتا ممكن تكون صاحب الصورة وتجدعك هالحزاب السياسية كويس تخطك طرف وتشهيل وسائطك تدفق لك تقول لك دي بوصة عشر مويتة بتات أدس تجروا جارين تجروا عشان تمشوا القاهرة بشوية حق التساكر دي هالحزاب موني انتا بيسويا ليه انت ما وقفت ورق الحسي حالي أن السوار قالوا لا لي قهط دي القتل منه ما قاعدين مع الندل في القروبات القتل منه السوار الحسي نزعوا الراية نزعوا راية الصورة من القهط ومن الأحزاب السياسية ومن الى الحرية التغيير بيقوا ممشين لجال المقاومة ممشين السوارة هم القتل منه مدام انت عندك سلاح وعندك قوة وعندك علاقة دولية وراك سلاح في يدك دي لما عندهم اي حاجة القتل منه وفينو يغير الشارع برضو انت دار تخزلهم دار تخزل الحركات المسلحة حتى حسي دار تخزل حتى لجال المقاومة دار تخزلهم الدق الناس دي لوا طلع ميتين منه رجال المقاومة خلط انه اعلان الحرية التغيير تفتش وتجي تجز عشان تعمل شو لنفسها بواسط عبد الواحد محمد نور بالبلوجيكتر عشان هي تقول تتكلم بالاسكايبي تقول انه هي ما شا في السلام حتى عبد الواحد لكان زمان ما بيجي لأمر البشير الآن اعلان الحرية التغيير دار تجيبه ده شو ده ما شغل ما تقول ده شغل تاني ده شغل تاني ده ملف سري هل انك انت زورت في الاستغبارات العسكرية بتكون انك انت حركة وسألتكم قبل كده العبادة الجماعية تمت في القيادة العامة الاحزاب السياسية انت حسي بالفاوضة دي سحبت ناسا وقاداتا عشان ما يموتوا وخلوا رايحنا ده الشعب ده خلوا لانه قنم ما من الثحيك اين كنتوا استغباراتكم كانت وين قبل فضل القيادة العامة لو قلت لانه انت ما كنت عارف الوضع ده هيفضوا القيادة العامة بقول لك انك انت ما عندك استغبارات اسكرية وانت قلت ماليشيا زيق وزي الزوال القاعد برق الماء عنده جنجوية الماشين دي انت زيهم لو قلت لي بس ما عندك كان معلومة لانه انت قلت انك جيش ويتملوك لك 300 400 الف جندي وده ارتفاع باسم السودان لو قلت انك انت ما عندك خبر وما جاء خبر انه هيفضوا القيادة العامة تقى مصيبة ولو قلت انت اعرف تقى مصيبتين انت مرتكب مع نازل جريمة قتل في العبادة الجماعية في القيادة العامة ما تنسوا الكلام اللي بقول لكم ده لانه حرية التغيير ما جابته والسعب السوداني مقتنع بإعلان حرية التغيير اللي بتدخل تدخل الحركات المسلحة الايدت إعلان حرية التغيير وكانت جزء من إعلان حرية التغيير الأدت أدت الناس أنه اتسق تقول أنه والله يا أخي وثقت فيكم وثقت فيكم انتوا لانتكم ميزاق نداع السودان اتجبتوا إلى نحرية التغيير انتوا بتنسوا الملف ده اللي انحنا ما حننساوه ملف بتاعت نداع السودان الملف الوحيد الضل للشعب السوداني والقل انه جيشكت للشعب السوداني في القيادة العامة دك ما انتوا عارفين وعرفوا قويس وهس التماشي القيادة العامة ابادة جماعية دارفور عبادة جماعية بخليك بعد طردوك بعد طردوك جابوك قشو بيك الجزمة شالوا منك الشعب قشوك انت وقشو الشعب وانتوا قدت ما انك اي فهم بعد قدت بتفاوض طلعت طلعت في المنابر انا استغرب انا اكون قايد اطلع في المنبر اقول كلمة واجأتنقر فيها من عاركم الناوي دكتور جبرين مارك عقار الحلو قدت ما اتفاوض اعلان الحرية والتقير مدام هي السرقة الصورة وانتوا دائرين اللي بتسلم الجنة ومطالبين بكل الحقوق الخلاكم انتوا الان رجعتوا مشيتوا خطيتوا يدينكم مع اعلان حرية والتقير وشنو لانه اتوا ما عندكم مسبقية ده عدم المسبقية وعدم القناعة وعدم القرار ما مالكين قراركم انا حامل اذا مالك قراري لما اقول كلمة ما برجع وراها لانه انا بكون اندي قوة بكون عندي عزيمة وكون عندي اسرار لكن ما ممكن تطلع انت في منصتك وتتكلم قدام العالم وانك اتوا تاني ما هتخط يدك مع اعلان الحرية والتقير ودارين وانتوا بتقيفه مع الشعب وتخضع الشعب للمرة التانية خضعتونا لكن تحية تحية لكل رجال الوقفو في لجال المقاومة انا رغم اني بطبع لها حركة عدل المساواة السودانية الجديدة لكن بحي لجال المقاومة بحييهم رغم ان احنا قصرنا معهم تكسير كاب في داخل حركات المسلحة كل لا تمكن تكسير ضحرك للشعب السوداني خليك انتك عزيمة واسرار ما ممكن تلعب بالارواح بارواح الشعب وخلينا الشعب يلعب يمين والشمال ما يعرف يخد يدوين يا اخي معقولة تغيير تغيير نحنا نقضع الشعب السوداني كحركات المسلحة بدل نجيب مع الشعب السوداني نمشي نجيب مع القتلة ونديهم الضل وندخلهم جوا ونجي نفاوض الشعب السوداني ده الحصل من حركات المسلحة ومن الأحزاب السياسية دخلتوا عمر البشير وديتوا طفل في الروضة قلتوا عنه ما ممكن نحكم ليه؟ لأنه عمره سبعين سنة يا اخي عمره سبعين سنة لماذا انتوا وقفتوا ورديتوا المحاكم الحسي الجارية ما قلت لك التقيير نحنا دايرين تقيير دولة كاملة ما دايرين تقيير بتاع الشخصيات وانتوا حركات المسلحة الموقعين في اتفاقية السلام رديتوا رديتوا بالتقيير الشخصيات وليس بالقانون وبالدستور الجائر الحاكم السودان لمدة السبعين سنة أديتهم فرصة لحد يوم الليل المحاكم بتتمتع وبتستر لجرائم حقيقية بتاع الابادات جماعية واختصاب وقط صبتت لهم القانون الليل القانون الجاري ما فيه الآن إلا نحريروا التقيير انتوا لو كنتوا صح ناس واعين وبتعرفوا القانون وبتعرفوا الدستور إلا نحريروا التقيير مدام جابوا من الشعب والشعب طرع ثلاثة مليونيات رفض إلا نحريروا التقيير يقى يسقط الوثيقة لتشقق المجلس الأسكري دير هسي قادين بدون أي وثيقة لو أنت بتفهم الكلام ده كويس ما عندهم وثيقة أين الوثيقة الشعب السوداني سائر مليونيات طلواها رجعنا المقاومة ورفضوا إلا نحريروا التقيير طلوا ثلاثة مليونيات يقى فقدوا شريعتهم مجلس الأسكري فقد شريعتهم الناس القاعدة دي كلها قاعدة ساكن أتجابوا منه هل أنك تتصوت أشار يجيبه حمدوك حمدوك كان مطلب أساسي في 2014-2015 للمعتمر وطني لشباب المعتمر وطني الجيل الأول والجيل الثاني خلافهم بينهم وبين حمدوك قال يجي رئيس الجمهورية وهم قال للا نحنا ما نجيبك في رئيس الجمهورية نحنا رئيس الجمهورية عندنا ناس نرشيهم لهم 20-20 وعندهم كان ثلاثة مرشحين عندهم واحد منهم إلا لما أنت عارف أعرف الكلام دو كويس وعندهم قندور وعندهم دكتور مصطفى إسماعيل ديلا كان مرشحين لـ 20-20 خلافة البشير كلام دي إلا لو ما كنت عارف أعرفه كويس إلا في حركة مسلحة لو ما كنت عارف أعرفه كويس ولا بس حلات أنه إلا كنت بعيد كنت بعيد وخلاص الله أدىك أنه دارفور بيجي فيه عبادة جماعية وسويد لك حاجات وليجيت لك سلاح وليجيت طريقة أنه تدخلوا وتعمل قوة وكنت إتمرمي لجيت أولو د ده تترفع تترفع على ضحر مونينة ما في كلام زي ده أزول كلام زي ده مرفوض ما بتترفع على ضحر بني آدم فهي دارفور دي مهما يكلف التمن ما ممكن أصله ونقود نصفك كلنا قاعدين نصفك كلنا في دارفور أبناء دارفور قاعدين نصفك قاعدين نصفك وما قاعدين ندي الناس الحجائق وما قالين ندق الناس كلنا من يتلبط ومن الجابن وأخواتنا وأمحاتنا وبناتنا يختصب الليلا ونحر لأنه إحنا جبنا وعار علينا إحنا وليس عليهم هم وليس على الشمالية ولا على الضناغلة ولا على المحسين شعب ما نقول نكذب نجي نقول النيليما إحنا أقعب بشر لأنه قلوبنا وصخانة وما نظيفة العار علينا إحنا ليس على الشمالين ولا على العرب العار علينا إحنا الزنوج لأنه إحنا ما بنفهم دماغنا دماغ سمكي ما بنفهم مع أننا قلوب عشان كده لنا الحق أنه نحن نكون عبيد لمدة 4860 عاما نحن شقارين عبيد بيحفروا بيننا كل حتة المناجم في عربة وفي أمريكا في الهند والآن بيبيدوا فينا في بلادنا لأن الحق يبيدونا لأننا خونا نحن لا لدينا ضمير والكلام هذا يجب أن تحترف به كزنجي خليك من القبلية لكن كزنجي لازم تحترف بالكلام أرجع للمرجعية قبل 4000 عام أمشي شوف التاريخ كان كيف لماذا نحن كان عدادنا ببيعوهم ولماذا كان بيقتلوننا ولماذا كان بيتهاجروننا للغيق ولماذا نحن نكون العبد الحبشي لماذا لأنه ما عندنا ضمير ما بنحقق ببعض بنحقق بالنس تانين يعني هسي عندما أنا أطلع أتكلم معك أنت بتشوف أنا منو عندما نعجيك زول واحد تاني عربي يتكلم معك آه والله ما شاء الله يا أخي دي القباوة يطلع يتكلم لك أبد الواحد تجي بتقول ليل بتكلم ويقوله شنو دي الأسوال عشافوره هو ما داري عم السلام أنا داري عم السلام يا أخي معقولة يجي تكلم معك حامل ياغب تقول لأخي هودا ذاتو متابع لحركة كلام اللي بقوله دهو كان خليمش يسوي كده نما نيجي نادك نما نيجي نادك أسواندا حمدتي تجي جاري ذي الصغل ورغم أنه حمدتي بيكتل أهلك وباختصبهم وبتمشي بتجيل معه وبتخد يدك معه يا العرق عليه جدا أنت بتتكلم وساكد يا جماعة دي ما عنصرية دي الحقيقة يا نحن وما نظفنا قلوبنا دي ما بحانة نصر عند الله سبحانه وتعالى النصر يا ما بيجينا لأنه الابتلاءات بتجينا ليل ونحر وأطفالنا وبناتنا هم اللي بيدفعوا التمن وإحنا بنتمتع في أوروبا الليل إحنا في أوروبا بالملايين ماذا قدمنا لدارفور بتنزي في ليل ونحر كلنا بيجينا صفحاء وبنلعب إلا من رحم ربه نجي نشير المسؤولية نجي نرميها في ناس الشمال لا مترمي المسؤولية لناس الشمال أبدا لأنه ناس الشمال الليلة أين الليلة شوف ناس الشمال الناس الشمال الليلة بيتكلموا في الكم ولازم بتاعتزعين الكتلوهم سودان كل واقف أهل واقفين معاهم جنبا بجنب قضية قضية العبادة الجماعية بتاعتزعين 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 رمضان الآن أقوى من ملف دارفور لماذا؟ لأنه رجال لأنه عندهم نساء لأنه عندهم قلب لأنه عندهم اتفاق لأنه عندهم الوعي لأنه عندهم الصدق لأنه عندهم الأمان في بعضهم عشان كده هما قضيتهم ماشا لكن نعنى عبادونا وكتلونا في جنوب كردفان وفي دارفور وفي شرق النيل وفي النين الأزرق لكن لماذا نحن لماذا ضايعين؟ لأنه ما عندنا قادة ما عندنا قلب ما منحطرم بعض ما منخض ما منقدر بعض ولا من نجيف مع بعض بنسمع كلام أسيادنا وبنجي بنقول نحن دار نمرك العبودية ونحن دار يا راجل عمرك العبودية من قلبك عمرك الأنصرية من قلبك يغطني بغايدك يغطني بأغدك بوحدتك لدار تقدمت بلد لكن نجي نربي نقول لك والله يكتلوني مرة واحد لا يا زول انت كتلت نفتك أزول المهدي سايكم هسينا ما تجي تقول لك المهدي ما مهدي يقول لك انت كفرت دي شنو يقول لك فيما ثقفين لا القرم مبزيد البلم مبزيد البلم أبدا لأنه دار فور من ألفين لحد يوم الليلة أكتر من أربو عبوة وستين ألف خريت أكتر منقو المليون أكتر من أربو مئة ألف خريت الآن موجودين ماذا قدموا عمشي شوفوا مهسي طالقين في مسيرة أحمد خير بيسألوا وبقولوا كيف حلها تحاسف الناس في العبادة في يسمن ده في القيادة العامة كل الناس ستحاسبوه الناس الكاثر للناس في القيادة العامة وهما سكى الكاميرا وبتسألوا ممكن أسرة ما قادر هل يسلم عمر البشير العبادة الجماعية ما قادر يجيبها ليه لأنه نوع من الدناء في قناة الحوش أنا شاهدت الكلام ده قبل شوية شاهدت في قناة الحوش وشاهدت في الحرة شاهدت في كل حاجة متابعة من عمبارك ما في إنسان فك خشمه من النشطاء الموضودين في داخل الخرطوب حتى في التنسيق مبارك جزء مننا نحن عندهم شوية دم عملوا مليونية تسليم الجنع الناس كلهم قاعدين ما في زول طرع النيالة مطرعض الفاشر مطرعض المازع ليه ما شفت المليونيات دي شفتها يقول لك الله يا خنات الانهرية دي ما عملوا ما عمل لنا حاجة ما قالوا حاجة ما قالوا نطلق مليونية يا أخي قالوا تسليم الجنع للعدالة الدولية بقاعد بتسوي يدينك كده قلنا الليلة مليونية وبكرة مليونية صبع لماذا منقولوا الكلام ده كل يوم لأنه إلى الحرية والتقييد فك شرعيتها انت لو بتعرف وماشي انت جاري قال بتعمل سلام في جوبة انت بتعرف شون انت هم عارف حاجة يا انت عارف ومخوفينك مخوفينك في حاجة ما اسكنها لك والله العظيم لو ما في حاجة ما اسكنها لك والله ما بتمشي بتقعد والله أنا بحلف صادق والله بحلف صادق لأنه زول الماسك لك حاجة ما بيكسر عينك الأحزاب السياسية الحركة الشباب المعتمر وطني ماسكن لهم ملفات سرية عشان كده بيتغطوهم زيدة وهسئي أو الرجلها داوية من هسئي تعريفة داوية كشعب سوداني وخطة عضان في رقبتك هنا الجوة سودان والبر سودان يوم 22-22 الجاي انتقابها 20-20 وده التكوين ده حصل قبل ثلاثة أيام والمعتمر الوطني خش جوه الاتفاقية والشعبين خشوا في الاتفاقية وقوا مع الحزب الأمة وقوا مع حزب السوداني معطمر السوداني وقوا مع حزب الشويعي ده غايدة خطع في رأسك الممانهج الموجود في دارفور ده التحديد عشان يقوله الأمن ما فيه نحن الحطم نحن القنم الحشيمة بيولو عبان النار البحضر دبوه الشعب السوداني انت عندك فهم أهلا قاعدين في زريبة في زول بيكون قائد في بلده وفي عرضه بدخلوه في زريبة بطلطوا منه ومسكوه كرد ويجي يشيلوا منه الكرد يطرطوا منه المنظمات الدولية ويشيلوا كرته ده ويمشي يشحدوا بيه وبره ويجيبوا ويمنوا في الشمالية وفي الشرقية وانت قاعد في دارفور انت قاعد في أمريكا في كندا في بريطانيا في فرنسا في بلجيكا تاتة ربي ما بعرفه لك كنجاوكم 4 مليون ولا كمه 20 مليون راس البرد سنجي قريب قريب 5 مليون 6 مليون سوداني كلنا من الحامش وكلنا ما قالين خطرائنا مع بعض كيفية أن الجنجوي ما يلاووين ما يلاووين لأننا جبنا العار فينا نحنا العار فينا نحنا العار فينا نحنا ما في ناس تاني ما في دول إجي قول الشوائق ولا تجعلين ولا الضناقلة الوهمة التي نحنا خاطرنا علينا دي تطحر نفسك منها أنت أجي أورب وتكيل قولي تنسى خليني من أجعله وشي النظم كلها طلعت وقفة الآن الجعلية نايمين الجعلية لما نايمين قالوا عنهم أولاد كاتلون في رمضان واقفين تكيك الضناقلة نايمين لا ما نايمين لا ما نايمين دارفور كيف نايم ما لطيش نايم وبقتله فيك وبقتصبه انباره من الساعة ستة بالمساء كريني محاصرة ماسكار كريني كويس في الولايات بقربيدارفور محاصرة وقتل زخيرة مولعة ولحد هسي مكردنة رأيك شنو المسؤول منه من الكلام ده يقول لك لا لا قال لله الشرطة وأنا بوريك السبب شنو عديك لها من الآخر السبب أنا بوريك له السبب الشرطة ممشت التكبو دقوا عوين في القارة دارين اقتصبوين ودقوين مشولهم عشان يجيبوا الجناء الجناء كلنا في الدعم السري ما ماشين الشرطة عبس جات راجح حفايا حينين اول ما شرطة رجعت قالوا العبيد لسه هم بيبلغوا في البوليس نحن نحرقهم مرة واحدة عشان البوليس لا يلقون يتحاسب معهم عشان كده مباري حرقونا لأنه لا لدينا رجال لأنه لا لدينا كلمة لأنه لا نتوحد ما دارين سلامة جماعة حركات مسلحة ما دارين سلام عدير كده سلام ما في ما في سلام سلام مقطع احنا ما دارين كلام ده واضح جدا سلام مقطع ما دارين دارين سلام يتم سلام صح لابد السلام يكون السلام عادل وشامل وتسليم الجناع فورا للمحكم العدالة الدولية وتقيير الدستور الماشي والقانون الحسي الجائر الحسي حجم الحكيم بعد ذلك نحن نعرف أنه السودان يجي سودان بعد ذلك يتم تنسيق وكيفية عملية السلام تتم وفك العسرة الآن العسرة كله موجودين في السجون يقول لك فكوا العسرة كالضابين السجون الآن مليان السجون مليان مليان عسرة إذا كان سقطت الحكومة العسرة قاعدين للمون وإحنا بيقول لك ما فيه مفاوضات تتم برا السودان لا المفاوضات تتم في السودان لماذا أنه المفاوضات بتعجب ما عندها رعاية دولية الاتحاد الأوروبي ينسحب ليه بس أعلك سؤال يا مني أركب النابي ودكتور جبرين ومالك عقر والحلو سؤال موجه لكم انتو ما للشعب السوداني موجه لكم لماذا انسحب الاتحاد الأوروبي من رغابة اتفاق جبا ولماذا انسحب الاتحاد الأفريقي ولماذا انسحب الامريكان ليه لعن عارف انكم الاتفاقية الوسيق الوقعوها بتال أجس شالوها خطوها تحت ارفع أن الحكومة دي نسل منهج العملته سنة كم وخمسين لما قال السودان نال استقلاله شالو على السودان خطوه تحت وجابوا على الدول من الدول العربية تبعوكم للدول العربية ولحد داست بترقصوا وعبيد ببيعونا الليل ونهار ومرتزق ببيعونا فجر وعشية فكل المنابر ببيعونا شعب السودان الليل في ليبيا هم تشوف شعب السودان في ليبيا بيعاني كيف بسوقنا الانسان المدعي بسوقه من أم العراني بيحدده بسوقه بتوديهم الماد ماد والماماد كمان يعسره هل بتكلم منه جايبين عجوز عجوز أمرة تسين سنة وكانت هي حليفة الحركة الإسلامية جايبين وزارة الخارجية السودانين الليلة في نيجر عندهم الليلة 22 يوم واقفين تكيق نازحين ولاجئين وأطفال هل يتكلم في حقهم منه انت ماشي توقع سلام والله أنا أعرف لك حاجة واحدة تعرفها خط حاجة واحدة تعرفها والله انت ما نظيف قسم بذات الله سلاسة انت ما نظيف أمشي راجع نفسك وأي إنسان بيتبع للمنظومات الحسي بتتغط بالسابح وبتتغط بالجامل في حق الشعب السوداني انت راجع نفسك أول حاجة ما تجي تقشوا الناس وتكذب عليهم في المعسكرات تقشهم الآن جيتوا لقطوا ناس تابعين لكم وتابعين للمعتمر الوطني الجبه فشلت جبه فشلت وقلت لك جبه هتفشل من بدايتها قلت لك جبه هتفشل وجبه الآن فشلت رأيك شنو تهيى لرجال المقاومة النص الصامدين الرفعوا الراية وشالوا راية الحرية نزعوها والراية الحرية الآن موجودة في الشعب السوداني ما في يد الإنان الحرية والتقيير ولا في يد المجلس الأسكري المعتمر الوطني انتو باشدتوا قطة يدكم مع المواطنين الوطني طيب كوي السؤال أين الشرعية تعتقدوا المجلس الأسكري ما عندهم لجان المقاومة قالوا الناس الممختنين بين الأسر بين الحرية والتقيير يزقط على الحرية والتقيير وقالوا في كل المنابر وقلنا في المليونيات والشعب السوداني أسار على ذلك والتجمع وأخواننا في لجان المقاومة أزبطوا أنهم سهيقين الشارع أزبطوا أنهم مالكين الشعب السوداني ليس لأي قوتاني سياسية موجودة يبقى معنطه وثيقة وثيقة اللي أسمون ده إلى الحرية والتقيير يبقى الوثيقة دي انتهد وثيقة انتهد مدام جابهم الشعب والشعب الآن طلع ضدهم والشعب الآن وقف في الشارع قال أنه ديل مبمى السلونة يبقى الوثيقة انتهد شنو انت دار تجي تشكل تشكل في شنو تشكل في حكومة وكلكم انتهد تعمل وثيقة جبا سؤال لي مني أركم الناوي لدكتور جبرين لمالك عقار لعبدالعزيز الحلو لماذا قفلت قفلت ملف جبا قلت بس على شرط الناس الموقعين في الجفحة السورية يخشوا السلام الما موقعين في الجفحة السورية دل ما عندنا مطريقة في السلام ده شنو ده السلام عادل إت دار تجيبه للشعب السودان ولا دار تكذب ما ده سلام عادل ادتوا ماشين علو ولا أخذتوا جروش ادتوا محددينكم فيه حاجة ما تمام لازم الحاجة ما تمام ده لازم توضح الحاجة ما تمام ده لازم توضح ولازم يسقط مجلس الأسكري كله كل المجلس الأسكري لازم يسقط يسقط المجلس الأسكري وتسقط الأحزاب السياسية دايرين دولة دولة القانون دولة المواطنة دولة الحرية فسل الدين أن الدولة ما دارين لعب والشعب السوداني خط أحمر أنا أقول ريك عديل من هسي خطة غايدة في رأسك ما في حاجة اسمه اتفاقية بتعجبه وما في إنسان يجي يقرر أنه بذات نفسه يجي لأب الشعب السوداني شعب الأنترنت يزوله ما في لعب تاني ما في ملف سرينة ما في ما في ملف سرينة شقالين في داخل أنه كيفية نفكك المعتمر الوطني بيجينا في منظومة تانية هنفكر كيفية نفكك الحركات المسلحة البتنتفي والبتلعب بملف الشعب السوداني يجب تفكيكه ده كلام لازم تكون عارفوا إنته قويس لأنه الآن نحن ما بنا حارب في المعتمر الوطني بجينا نحارب في الحركات المسلحة الأصطى المنتفية وهي البتلعب والبتلعب المادية فرصة المادية فرصة للحركة الإسلامية البتلعب بأرواح بتات الشعب السوداني انت فرقك شنو بين البارجت انت فرقك شنو بين قوات الصديقة ممكن أن تكون قوات صديقة وقوات محارفة لحميتي بيعجرك ما ممكن أن تتتبك مع القاتل والقتل لسا القاتل ده القاتل ما تاب تمشي تخط يدك معه هو تاب ما تاب بيقتل لحد دي هسي أنا بتكلم معك هسي ولسا في جسمان في ناس ما سترهم لسا بتكلم معك هسي وفي ناس لسا جسمانهم ما سترهم لحد دي هسي أنا بتكلم معك ليه أنا قاعد هسي معاكنة الليلة في الجنينة هسي حاليا في ناس ما دفنهم لسا ما دفنهم أهلهم ما جوا ليهم زنبهم شنو ديلي وانت الآن في جوبا الآن في جوبا قاعد تشوفها نادر بيقاعد على حساب منك قاعد على حساب ناس دارفور يبقى أنه ناس دارفور لازم يفتوا عينهم كويس أي إنسان موجود في ما أذكر أنا قابل لي كده قدت لك الكلام ده قدت لك شوف ما في زول يجي يفاوت بك أي زول خطة نفسه في السلام ده وكن بيجي يفاوت بك ده إنسان له مصلحة وكلام ده أنا قدت لك وهو شرحته في ألف لايف لو جيت حسبتهم والكلام ده كل الناس بتشيله بتخطه طرف وتجي بتشيف الموضوع ده ما موضوع وموضوع ده وكل يوم أنت بتموت يا جماعة إحنا عندنا أكتر من أربع مليون نازح أربع مليون لو جيت حسبتهم الأربع مليون ده كلهم أطفال ونساء الشباب شردوا لأنه بيكتروهم لأنه بيجندوهم قصب كلهم شردوا في ليبيا والآن واحدين في النيجر واحدين في البحر الأبيض المتوسط جسمانهم ما معروف بين واحدين في أوروبا كلهم نساء وأطفال ده إرن هسي نتعجير بيهم أمشي شوف المدارس بتات المواسكرات أمشي شوف أهلك الليلة أهلك في المواسكرات شعرين الكورة بيشهدو شعرين الكورة بيشهدوا المنظمات عشان تهدوهم حفنة عيش دينيا درد عشان تهدوهم حفنة عيش عند أي دقالهم في المعزقة دمونا نحن لأنه نحن جبنا نحن جبنا في الثمان عشر سنة ما قادرين نقال نجيب لهم حقهم في دارفور ما جبنا ولا يزو ال� divine حقهم ولا الساعة بنلقى بأبنا دارفور وبنجي نحن بنلقى بأنفسنا ذاتنا ليه لأنه إحنا دمائر ما عندنا لأنه إحنا وصخانين في قلوبنا قلوبنا هي الوصخانة اللي بتخلي الناس اللي تركبنا ليل ونهار اللي بيخلي اقتصبه أخواتنا وأمحاتنا لأنه إحنا ما عندنا شرب ما عندنا كرامة الكرامة هي في القلب وليس جسمان جدة كده انت ماشي بها كأن الكبر كبر للكبر ينفع للفيلة الفيل كبير ورأسه قدري كده وإنت إنسان بتقول قريت وقمت وقعدت وإنت مقاتل لكن مخك سمكي مخك سمكي شوني يعني إنت اللي بست بدل وكرفت وجيت استقبلوك في مطار الخرطوم يعني شوني يعني بدل وكرفت إنت قليل شرف والليل شوني يعني جابوك في مطار الخرطوم الليلة كمان بيتيجب تقول لي قال أمباري إنكم عربية انقلبت ناس مشهول قطارف من حركات مسلحة استقبلوا أخوانهم في حركات عدو المساواة ما أعرف لك شوني كده ما أعرف السلام يا أخي أنتم تكذبوا يا وفدي جبرين ومني أرقب النوي بتلعبوا الآن أنتم دارين تكوموا دارين تعملون لكم قوة دارين تعملون لكم ترسانة بالجسس بتاعت ناس فيبقى أنه الشعب السوداني لازم يعرف قبل ساعة ونص قبل اللايف ده كنت بتتسطف جامعة الجزيرة في الجزيرة أبا لقيت كولين شقال سألت الولد قلتلي كولين ده بتاع ناسمونه قال ليه ده بتاع ناسمونه مني أرقب النوي بتقولوا شنو يدتوا أنا دارين أعرفكم في جامعة الجزيرة أبا بتقولوا شنو يدتوا داقين كولين بتقولوا شنو قلتليهم ده الكضابين قال ليه كيف كلامك ده قلتلي والله يكضابين رسلتليه قلتلي ديال الناس الحسي كتروا ولسه الجنجويد محاصرهم أرجع خش في الكولين ده جوه الوقت خش في الكولين ده اتصل بالجزيرة أبا حسي كن عندك زور الجامعة بتاع الجزيرة أبا الكولين لسه أمنته لسه أمنته داقين كولين في شنو العبادة الجماعية شقالة ويتوا عاملين نفسكم دارين يا جماعة انتم بتتكلموا كيف دمزي الطالب من دارفور من عبادة جماعية يقول لك أنا تعبئ لحزب المعتمر السوداني يا أخي ما أقوله أنا استغرب الناس اللي بمشي بتمولوا للمعتمر الوطني انت بتمشي تكون في حزب انت ما تحررت يا جماعة هوي نحن ما تحررنا أنا بوريكم عديد ما تحررنا لسه تحرير العقول ما وصل لكل الناس تحرير العقول لجاء للناس معينة وساروا في السورة دي وفي ناس واحدين تابعين بس عايروا عدوا عصا لسه في ناس أقوله ما تحررت لو أقل لك دي تحرر كويس ما ممكن أنك تطالب من عبادة جماعية طالب في جامعات كويس ومن العبادة الجماعية عسر من عسر عبادة جماعية أو بقايا عبادة جماعية في جنوب كردوفان وفي النيل الأزرق وفي دارفور والنفس انت تتبع للحزب معقولة معقولة انت تتبع حزب كم تتبع حزب انت وليني بقيتهم منطق أتدمرك منون انت أتدخلك في المؤسكرات منون يهاتل السياسات الأحزاب السياسية الحركة الإسلامية أو المعتمر الوطني الآن المعتمر الوطني داي شباب المعتمر الوطني من وين ما من داخل من داخل الأحزاب السياسية دي دي ما الأحزاب القلق أمر بالبيحيري يقض 30 سنة كيفية انك انت تدمش أخذ يدك معهم. أنت كطالب. خليك من تزول الشاس السلاح هذا. أنت كطالب. كيف أنك تطرد لنفسك أنك تكون في داخل أحزاب السياسية؟ يبقى أن الوعي لسه ما وصل للشعب السوداني. لسه. بل زاد الفئة الأساسية أن نحن كنا من احتمد على الله ثم عليهم هم. الفئة المثقفة في الجامعات. الفئة المثقفة في الجامعات دي. دي الفئة الأساسية. دي الجوين هنا. دي البيم. البيم الرابط. لأن البيم ده نحن نبنى حش. ودارين نبني عمارة. البيلدينج ده لازم نعمل له تاي بيم. بيم شداد بين العمود والعمود. بيسمى تاي بيم. أنت التاي بيم الأصلي للبيلدينج أن نحن الدولة دارين نبنيها. إنت الطالب الجامعي ده. ده الأساس. إنت الآن بتمشي بتصفق للأحزاب السياسية. وبتمشي بتقذب في المعتمرات بضعة الأحزاب السياسية. وما بتقول أي حاجة. بتقول أنا تابع لحزب الأمة. وأنا تابع لحزب الفلاني. وعلى ليلة إنت وكيل. وبيجي بقشوك. كيفية؟ إنت معناته لسه متحررتها. تحرير الأقول ده لازم. أنا لو أتحررت أقليدها. شوف. لو أتحررت. زون رئيس هزب ما بصلي بي. بقول لك رئيس هزب ما يصلي بي. أسأل نفسك. فعته هزب إنته. شوف الدستور بتاع هزبك. يا جما ما ممكن. هزب. أي رئيس بتاع هزب. بيجيب هو نفسه. ويجيب زوجته. وبيجيب أباناؤه. وبناته. وحتى الوجاي بزول. الدكتور. دا يستفيد منه في الحزب. بزوجه بيته. لو ما عنده بيت. بزوجه أخته. لو ما عنده. بيطلق وراته دي ذاته بزوجه له. دا الحاصل في الأحزاب السياسية. عشان بعدين نما نعيي الدورة بعد الأربع سنوات. أسأل نقيت يا جديد يا جديد يا جديد في السودان دا. رئيس هزب. كده دا. غيره. أو جاد انتخابات جابه واحد بدله. يا جديد ما في. ليه؟ لأنهم الأحزاب السياسية بيعملوا دستور. وبيعملوا اللي وايح والشباه الشعب السوداني. اللي واحد هم بطبقواه. وكلام دا احنا قلناه في كل القنوات. قلت لقى الأحزاب السياسية تفكيك الواجب والتنازل منها لأنه هي تخضع الشعب السوداني والأحزاب السياسية. ما احترمت دستورة لعملته من المفترض أي رئيس هزب اتخطى في السجن لأنه إنهم خالف المادة حقته. الدستورة اللي هو وضعه. وبيجي بقول لك أنه أنا دا اجي بحكم السودان والأحزاب السياسية إن شاء الله ستعمل قانون. الأحزاب السياسية ما طبقت قانون في نفذها. القانون اللي وضعته والدستور اللي وضعته عندها هي ما طبقته. كيف؟ وريني أنت بس أنا حامل دا اللي عملت الجسم. وجد قلت والله يا أخي دا دستور والدستور دا اللوايح. أنا اللوايح دا أنا مطبقته في نفسي. قاعد أنا الرئيس هزب دا خمسين سنة. يعني أنا نما نأجي أقر رئيس لجمهورية السودان بجيب منه في جمهورية السودان. هل أنه يكون في انتخابات نزيحة؟ نما نعين والي ما نأتو بجيب ناس من حزبي. قلّي بالك كويس الدكتوري دا هي كيف هي. يا جماعة إحنا ما عندنا عداوة مع شخص. إحنا عندنا عداوة مع الفكرة. ما عندنا عداوة معك إنت. ما عندنا عداوة مع صادق المهدي ولا مع أي هزب. إحنا عندنا عداوة في الفكرة. الفكرة السيئة. وعدم احترام القوانين. الأحزاب السياسية ما بتحترم القوانين. قانون بتدع لك دستور. والدستور ما بتطبقه. بتلقى الرئيس دا هو بس رئيس 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 رئيس. ليه؟ لأنه من حوله بتلقى أصدقائب ناسه كلهم وبنس القائدة دي موجودة في جزء من الحركات المسلحة نفس الدزاين بداية بتلقى رئيس حركة وسيكرتير حقه والناطق الرسمي وزير الدفاع وزير الداخلية وزير التشوين كله عسرته كلهم تلقى ديفا 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 حامد 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 ياقوب 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 عمر 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 موسى 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 كده يبقى عدنه معناته الموضوع ديفا ما بتحل بسهولة يبقى ده أننا دارنا تحر عقولنا دي ما ممكن تتسبب لأي نفسك جيش تحرير السودان كلام جميل ما بلت جيش تحرير حلة فلانية قلت جيش تحرير السودان يبقى تحرير السودان ده كمشيت أني لأذلك إنك حق تقاتل كمشيت شارك إنك حق تقاتل لكن ما تجي تشوف الهيكلة كيف الهيكلة كلها تلقى حامد ياقوب هذا أخو شقيقه بيته مرته ولاد الصغير جوا طيب انت فرقك من حمد تشن أسألك سؤال انت هنا فرقك من حمد تشن قلبي يجي بعيدك داداته أنا مفروض ما أجي عيده مفروض أراده لو دائر أجي أخش من نظومة أول حاجة أشوف الناظر هم قاعدين كيف قل السيدار تدخلني في جروب الجروب ده هو شنو شفت على الأحزاب السياسية وجزء من حركات المسلحة زي الجروبات بتاعة الواتساب واحد ما فيه اثنين ثلاثة أي زول بعزل الناس الهودة يروب وبعملوا قانون القانون ده هم بتطبقوا في نفسهم هس أرجع للواحي بتاعة الأحزاب السياسية القليز هو الرئيس حزب غيره ألقى كلي قيت حزب كل بعض سنة أو بعض سنتين بغيروا رئيسهم ده محترم القانون حقه لكن يا جوا ماونك إنت رئيس حزب مرتك جوا بتك جوا راجل بتك جوا أخوها جوا ولده جوا ده كله الناس دير كلهم ها بيجي بيصوتوا لمنوا بعدين بيجي بيصوتوا لا قلتا ليه لأنه دير إنتك جبته نما انت جيب حامد ولا تجيب عمر ولا تجيب فاطمة وتجيب أزبراها اللي بيصوت لأمنوا لو هي أعلى منك علما ودرجة ما ممكن أصر يأخذ يكون قائد ليه لأنه نوافز ولا يروح اللي لأنه من أجيبك أنت وأزوجه وأخته وإنت تجيب أخوك وتجيب بيتك وتجيب مرتك دير كلهم تجيبهم في مجلس الإدارة خليني من باقي العضوية البردية دير في مجلس الإدارة لما انتجي السنة الجديدة أو دورتك تنتهي كالرئيس بيصوت لمن هي الصوت اللي قدت زادك طيب دير الحزاب السياسية أنا ما أطول عليكم لكن أنت لازم تعرف كويس لازم تعرف أنت قطارب لازم تعرف نفسك أنك بتتبع الأحزاب السياسية ماذا تقدمت لنفسها خليك للشعب السوداني أحزاب السياسية ما حتدقي لحاجة للشعب السوداني لكن أنت يختني تماما خليك قناعة بينك وبين نفسك أعرف أن الإنسان الذي يعمل قانون والما يحترمه ما هيطلم زولتاني والبيعمل قانون وما يطبقه ما هيطبق لزولتاني والبيعمل دستور وما عنده هو ذاته أصلا يعني ما عنده حرية لنفسه ما بيدي حرية للقيره فذي الأحزاب السياسية الهيس التجارين وراها والبيتصفقوا لها دي أنا رؤيتي لها وذي كلام حقيقي وكل إنسان طاهر عقليا ما بيتبع لأحزاب السياسية ولا ممكن أنت تتبع للإبادة الجماعية فده حاجات نازم ناس راجعة تحياتنا لأحلنا في الجيرين تحياتنا لأحلنا في دارفور كلهم يبقى يوم بكرة مليونية وصبة عارفين الكلام ده والله ما عارفينه يوم بكرة يوم واحد وثلاثين مليونية وصبة في كل أنها السودان يا جمانا من أقول صبة دي شفت أنت قاعد في جريجق عندكم خمسين نفر صبوها في الميدان عندكم عشر نفر عشر بس النص صبنا في القيادة الأمة أو في القرطوم قالوا صبة أنت صبوها في بيتكم مش ما في محل تمشي فيه في أمريكا دي ولا في كندا هذا صبوها في بيتكم ما صبهي ده الوقوفة اللي أنا بعرف تقيف وقف الصم تعروحها الشهداء أبقوا طيبين اتماسكوا والعبادة الجماعية دي والحسابات الحسي بقلاس المنتفين في الخرطوم أنه عبادة جماعية والمحاسبة مثلا لشو هذا القيادة العامة وما قيادة العامة دي ده ملف أنا قلت لكم القيادة العامة ده ملف قسين للملفات الكبرى الآن الناس كلها بقت تتكلم بملف القيادة العامة ونسد الملفات الكبيرة نسد الدنيل الأزرق وجنوب كردفان اللي هم ستين سنة ببيدوا فيهم خليك من دار فر الله تمنطاشر سنة ستين سنة ببيدوا فيهم وأنا قلت لك إنته لو دائر الصور ولا دائر الشهداء دي الماتوا كيف قلت لك تعال شيلوا الجماعين دي ودوا قبال للناس دي هناك لسا في ناس ما عارفين إبادة الجماعية دي كيف أنت عندك صورة شائلة بتاع تزولك الكترو لكن أنا ما عندي صورة أنا عندي جمجم حقته من دفن أشيل دي بتاع دي القور دي أوديهم لكم قدام وإن شاء الله شقارين فيها في الأسبوع الجاي نحن بنوصل لكم 400 رأس عشان نشيفكم أنتو دارين تسويشون الناس اللي في جوبة دي دارين نودي لكم برضو 400 رأس دي الجماعين موجودة من دفنة خلي بتاع نعمز دي نيين كنودي ننام لكم لسا بيكون فيهم دود دارين نودي لكم الناس القدام دي لبس نلقطهم ونوديها لكم ما تقولوا أنت تتكلم مساكن ما في أي حاجة ما في سلام سلام ده ما في هسي في وقت الرأي وأي حركة مسلحة الآن بتفاوت انت راجع نفسك منا إنت كمواطن سوداني خليني أنا من الأسكرية إنت كمواطن سوداني حركة مسلحة الآن بتفاوت في الأرزقية والقتلة قط فيها ثلاثة خطوط والأيام جاية مبعيد وليان المقاومة قالوا كلامه قالوا أنه إنت ما في حاجة بتخليكم تفاوضوا إنتوا أصحاب الصورة يبقى أنك إنت بتفاوض عشان تدقي للحركة الإسلامية والمعتمر الوطني ده الكلام إنت لما تمشي تفاوضهم وهم عندهم شريعية إنت بتفاوضهم في شنو هم عندهم شريعية الشعب كله مرد قال لا دائرين إعلان الحرية التغيير ولا دائرين قانون وما دستورهم طيب إنت ماشي تفاوضهم لشنو وإنت صحاب الصورة عليكم بمراجعة أنفسكم وعليكم بانضمام على الشارع وعليكم بوقوف مع لجان المقاومة وكفي صليب لازم كل الحركات المسلعة تقف مع لجان المقاومة وإحنا في حركة عدل والمساواة السودانية الجديدة واكفي مع لجان المقاومة أرضا بحرا جوان وإن طلب مننا لجان المقاومة بالقتال بقربوا لجيتنا جاهزة قليك من القلاوة الكثيرة كله كله لو طالبت مننا لجان المقاومة في أي مليونية أنه تدخل أسكري نحن جاهزين أبقوا طيبين وأمل جرابك بلح وأمل جرابك زخيرة كلام ده أسمع وكويس جرابك أمل زخيرة وأمل في المدمس أقف في الشارع أنت كصوري أمل جيبك في المدمس وقالوا ردموها وصبها حقك بيجي حق الميت بيجي لأنه إنت لجي الطريقة إنت أربع أخوان جزء منكم لكن عندنا ناس موجودين في المأسكرات النزوع البيت كله بتلقى إلي أبوهم كلهم فتوات ألبي جيب لهم حقهم منودين ما عندهم زون مشا أوروبا ما عندهم زون في الخرطوب بتلقى البيت أبوهم ميتة في العبادة الجماعية وربهم أبوهم ألبي جيب لهم حقهم منوع يا مني أركم الناوي كلام ده ليك كلام ده ليك أنت ولا دكتور جبرين ولا مارك عقار ولا أبدالعزيز الحلو كلام ده ليكم أنتو ما لناس الأساكر لا كلام ده ليكم أنتو وللطلب الموجودين الآن في الجامعات البيت بو للأحزاب السياسية في الداخل السودان وخارج السودان كلام ده ليكم أنتو أنت جيت فرنسا الآن بتتمتع شعوروبا بتتمتع بأوراك لكن عندك لاجئة فتاة نازحة أمها مكتولة وأبوها هاي اتربت يتيمة بتتمنى السلام عم وإنت مسؤول منا عمام الله سبحانه وتعالى لأنه إنت الآن اتحررت والناس في المؤسكرات دين زنبهم علينا إحنا لأنه إحنا السبب لأنه إحنا ما الرجال إحنا ما خطيناهم في حمنا إحنا خاطلين حمنا الليلة رأس السنة ودارة الروس دين الناس القاعدة في فرنسا وفي بلجيكو وفي أمريكا وفي هولندا كلكم الناس الواقفة إلا من رحم ربه كلنا بقين حبوط ناعم في أوروبا دي كلنا بقين حبوط ناعم بقين حبوط ناعم الآن ليه ما منطلع في فرنسا دي مليونيات ليه ما منطلع مليونيات في أمريكا أو في بريطانيا ليه لأنه كان بتطنينا الأحزاب السياسية كلنا خليه من الكلام اللي بتسوي فيه هنا الكلام ده لازم يتقير المنهج ده لازم نقيره عشان نمشي لقدامه التحية طيبة تحية لقاء راكس هنا نزار متاريس القضب لكم التحية تحية لكل الشعب السوداني تحية للتنسيقات الصورة السودانية لكم التحية كلكم وتحية للجان المقاومة أبقوا طيبين